السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ان شاء الله على السريع كده في سؤال بيقول الشمسية او الراية او الشكل بتاع الدهان لما بيجي رش بيكون محدوف نحية اه اليمين او نحية اه الشمال بيجي رش الدهان بيطلع كده اه ايه المشكلة هنا وان شاء الله يعني مع بعض كده نتكلم على الاشكال دي برضك ممكن اه تفيد البعض في حاجة يعني بص اه لما انت بتيجي ترش والدهان بيحدث معاك كده عاوز تشخص المشكلة دي في الغالب هتلاقيها في الوش الوش ده نفسه هو اللي بيكون فيه المشكلة في الفتحات الجانبية دي الفتحة دي او الفتحة دي فيهم مشكلة طيب انا اعرف او اتأكد ازاي انت معاك الادهان بتاعك او بيرش الناحية دي ورشته وحقرف معاك الناحية دي امسك الوش ده لف الوش ده دور وانلف لفه كده اهو واربط كده الوش كويس ورش لقيته حدف معاك الاتجاه ده كده كده انت خلاص اتأكدت ان المشكلة في الفتحات الجانبية دي محتاجة ان هي اه ان هي اه تتنظف نفس الكلام لما بنيجي نرش احيانا بتلاقي المسدس اه عامل برضك اه 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 خط كده مش مش منتظم بتلاقي من تحت اه اه تخين اه ومن فوق اه اه مفيش اه ابدأ اللي انت الف الوش كده هو لو لقيت الشكل ده عكس فوق بقى فوق كده كده وتحت مفيش وقع هي مشكلة الوش انه محتاج ان هو يتنظف او محتاج ان هو يتغير طيب ايه بقى الاشكال دي الشكل الطبيعي في المسدس اللي هو الشكل ده لما بنيجي نرش الدهان بتاعنا بينزل معنا الشكل اللي هو ال او او الشكل الاي اللي هو في المسدس الاحريثة اه بيكون الشكل عيدل كده والدهان طالع بنظام كده طيب ايه الشكل ده لما يجب رش الشكل ده الشكل ده لما يكون اه اه عامل كده اه بيكون نسبة الهواء في المسدسم كتيرا يعني احنا عندنا مسدس زي ده ده مكتوب علي مثلا اه اش في لبي بتلاقي المصفات بتاعته بتاع الكارتونة او العلبة بتاعته مكتوب لك ان هو مسموح يشتغل عند ضغط هوا اتنين بار تو بار انت لو اديته ضغط هوا اعلى من كده لو انت بتجي تقص بالمنظم او العداد بتاع الهوا اضبطه على اتنين بار ممكن تزيد سنة تقل سنة كلام من ده عشان يديك الاداء بتاعه صح لو زودت الهوا اكتر من كده هيبدأ يحصل خلل في الشمسية او الرaya هتلاقيها مش مزبطة ليه انت زودت ضغط هوا اكتر من المسموح بي طيب الشكل ده كده ده كده ده 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 هن هنا الده هن يعني قليل لما تجي ترويش بتكون نسبه ال ال دهان اللي طالع قليلا فبالتالي هعملك الخشانه بتاع الدهان او الأورنج بيل وده بتتحكم فيه من المفتاح بتاع الدهان اللي هو بينزل من هنا ولما تيجي ترش ويعمل لك تسيل المفروض ان انت تيجي ترش كده الشكل ده يديك بيلمع كده ومنتظم تدوس دوسها كده وتسيب يديك الشكل ده طب دست كده وسبت وعملي بيبقى الدهان كتير بيحصل معاك تسيل ممكن العادي لو حد محترف أو حاجة بيرش على الوضع ده وما يحصلش معاك تسيل بيتحكم هو في أكتر من حاجة في سرعة ايده وبعد ايده وكلام من ده خشانة كده تطلع خشن يبقى محتاج اللي انت تفتح الهوى شوية او اللي انت تقرب اليدك بتغير التقنية بتاعتك ودولا بيكون الهوى بتاعك هنا الهوى زيادة كتير وهنا الفتحات دي هي اللي بيكون فيها المشكلة نفس المشكلة بتاعت دي هنا الفتحة دي بيكون مزدودة او الفتحة اللي هنا دي مزدودة علشان خطر كده بتعملك الشكل اللي هو القوس ده او اللي هو احيانا بتلاقيه مش منتظم كده ده بيكون خط الهوى نفسه فيه حاجة وممكن ممكن تلاقي الفتحة دي نفسها اللي هي الفتحة اللي بينزل المادة دي ممكن يكون فيها خبطة او حاجة او كلام من ده ولكن عشان خطر انت تتأكد ان هي مش مشكلة الفونية ديا لف الوش امسك الوش ده انت هتدوس كده هوا الداني تحت دهين كتير وفوق واسع هلفها هدوس الداني نفس الشكل ده اللي تحت كتير واللي فوق فاضي زي ما هو يبقى كده محتاج لانت تفحص حاجة الفونية بتاعت المسدس يعني بس كده واللي عنده اي اضافة او اي استفسار يصيبها في التعليقات يعني ان شاء الله هتلاقيه فيه قيمة تشغيل خاصة بالمشاكل اللي بتحصل في مسدس الرش هتلاقيه ضمنه قيمة تشغيل المسدسات يعني والحاجات دهين بس كده واللي قبله مشكلة او اي حاجة ووصل لحل ليه يسيب لنا في التعليقات ولو انت بتدور على الحاجة ادخل ان شاء الله في قيمة تشغيل هتلاقيه لها بأمر لا حل واللي عنده فكرة يسيبها في التعليقات ان شاء الله عشان نعمل لها فيديو بأمر لا وينسيبها باسمه ان شاء الله يعني مشكور كل اللي بيشارك معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة